في مناطق واسعة من جنوب السودان انتشرت المجاعة بسبب استمرار الحرب الأهلية ما أجبر عشرات ألاف الأشخاص على الفرار باتجاه السودان وأوغندا عديد اللاجئين اضطروا إلى السير من خمسة إلى سبعة أيام من أجل الوصول إلى ولايات حدودية وتقول نازحة ليس لدينا ما يكفي من الغذاء نحن في حالة حرب ونعاني الكثير من المشاكل في بلادنا الآن نحن في حاجة إلى الغذاء وبعد ذلك سنحل مشاكلنا ويقول منسق برنامج الغذاء العالمي يعيشون الآن اعتمادا على مياه بعض النباتات ويقتصر غذاؤهم على جذور العشاب البرية في النهر وهم غالبا يأكلون مرة واحدة وفي وقت يخيم شبح المجاعة في نيجيريا والصومال واليمن وجنوب السودان حذرت الأمم المتحدة أن مئات الألاف من الناس يتهددهم الموت بسبب سوء التغذية ويتوقع أن يرتفع عدد المتضررين من سوء التغذية في جنوب السودان إلى أكثر من خمسة ملايين شخص خلال أشهر قليلة إذا لم تبذل الجهود من أجل وضع حد الانتشار الأزمة